استعدوا للالتحاق بقطار السلام افتتاحية العميد أحمد عبد العزيز الجار الله ماذا كانت نتيجة استراع الدموي المستمر منذ سبعة عقود غير هدر الثروات وزيادة التخلف والأمية عربياً فيما لم يحرر أي أراض بالقوة بل إن السلام أعادها إلى أصحابها في مصر والأردن وحتى للفلسطينيين في أوسلو فيما القضية تحولت تجارة بسبب أهلها الذين ضيعوها في أرويقة التسويات والمصالح وفرض التخوين على العرب والدوران في حلقة مفرغة من هذا المنطلق يمكن قراءة قول ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن السلام خيار استراتيجي ورؤية البحرين ونهجها يقومان على التفاهم والحوار والتعاون والتقارب بين الشعوب ومختلف الثقافات بعيدا عن التوترات فمن عايش تجارب المنطقة المريرة السابقة بسبب عدم ركون الفلسطينيين إلى موقف موحد يؤسس الاستراتيجية عربية شاملة تجاه قضيتهم لابد أن يصل إلى هذه النتيجة ليس بعيدا من هذا الموقف تأكيد دولة الإمارات العربية المتحدة على أن السلام يحتاج إلى شجاعة وصناعة المستقبل تحتاج إلى معرفة والنهوض بالأمم يحتاج إلى إخلاص ومثابرة وشجاعة كانت في ترجمة رسالة التسامح التي تأسس عليها بيت إبراهيم بأبو ظبي حيث ولد المسار الطبيعي لحل إشكاليات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعيدا عن لعبة حشد الجماهير بالشعرات واستمرار هدر الطاقات الخياران الإماراتي والبحريني يؤسسان لمرحلة جديدة تتماشى مع إطفاء بؤر التوتر في الشرق الأوسط بعدما تحولت منبعا للإرهاب بحجة تحرير القدس والأقصى الذين لم يكن يوما هدفا للجماعات المتطرفة إنما مطية لها ولأنظمة حاقدة على العرب للوصول إلى أهداف أخرى مختلفة تماما نعم قطار السلام انطلق ولا شك أنه سيمر في دول مجلس التعاون كافة فالمملكة العربية السعودية ليست بعيدة عن خيار السلام لكن ربما تتأخر في توقيع اتفاق صلح لظروفها الأقليمية والدولية ولأنها صاحبة مبادرة بيروت التي تعتبر الأهم في تاريخ الصراع إذ لا يمكن التخلي عنها الكويت كذلك لم تمانع التطبيع إنما أعلنت أنها آخر دولة عربية تستقل القطار ورغم ذلك تدرك جيدا أنه سيمر في محطتها وستجني ثماره في الوقت المناسب كذلك قطر كانت الأولى خليجيا التي تقدم على خطوة السلام الجريئة واستقبلت كبار المسؤولين الإسرائيليين وحتى معارضتها الشكلية اليوم للخطوات الأخيرة إنما نابعة من المماحكات الأعلامية بسبب الخلاف مع بعض دول الخليج كذلك سلطنة عمان فهي منذ زمن لها خياراتها الخاصة ولا تتأثر بالضجيج الأعلامي وحملات التشنيع والتخوين الممارسة من محترفي الشيطنة فالمطلعون على سياستها يعرفون أنها لا تنسق خلف المواقف العاطفية والاستفزازية ولنا عبر بموقفها في قمة بغداد عام 1978 حين أعلن العرب مقاطعة مصر لتوقيعها معاهدة صلح مع إسرائيل يومها رفضت قطع العلاقات وأبقت على سفرتها في القاهرة وربما لن تتأخر عن توقيع اتفاق سلام مماثل الإمارات والبحرين ما جرى في الأياب الأخيرة يحتم إعادة النظر بالخطاب العربي للمرحلة المقبلة والاستفادة من الفرص المتاحة وعدم الالتفات إلى أصحاب الحناجر المهددين المتوعدين فهؤلاء لم يدركوا بعد أنهم يعيشون في زمن آخر تعمه الظلمية والتطرف وليستطيعوا تغيير ما كتبه التاريخ اشتركوا في القناة